اشتركوا في القناة 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 هذا رقم كلش كبير كذلك بالانكومبراس فيديو شوف لساعة واحدة احتاجها ميت جيكا بايت وهكذا بصورة عامة اكو فرق بين الكودنج والانفورميشن ثيوري الكومبراسن هو بروسس او كودنج اوكي بينما الانفورميشن ثيوري لا استادي استادي الافيشنط كودنج الالغورثم تدرس كفاءة منظومة الترميز من نواحي الكمبلكسيتي من ناحية الكومبراسن من ناحية اللايكلهود او في الهرار يعني اقصى خطأ ممكن ان تولد هذه المنظومة ننتقل للاسلايد رقم ثمانية الديتا كومبراسن الديتا كومبراسن بالحقيقة هو برانش او في الانفورميشن ثيوري ليش لانه من المائز الاموت او في الانفورميشن تو بي ترانسمت ترانسفورم سيكونس او كاركترس انتو انيو سترينغو بيت سيم انفورميشن مفروض كونتينت المفروض اللينكت اس شورت اس بوسبول يعني من اجل لو كان عندي الانفورميشن هاي نفترضها نص حروف كلمات يفترض انه من نضغطها ونطلع سترينغ جديدة يجب ان تكون نفس البيانات يعني من الرجاحة لازم ترجع لنفسها بالضبط وحاول انه اقلل ضغطها او اقص اقلل من هذه البيانات الى اكثر قدر ممكن الكونسبت سلايد رخم تسعة خلينا اخذ شوية في المفاهيم الكودينغ دي كود ماب سورس ميسج فرم الفابة ا انتو كود وورد ب هذي كن نفهمها شنو الالفابة ا وشنو الكود وورد ب السورس ميسج السامبول اس بيسي كونت انتو وش سترينغو بيت سترينغو بيت كان بيسي لتر او سترينغو بيتر اكزامبل احنا كان عندنا هذا النص نصور اي اي فراغ بي بي حتى الفراغ يعتبر character بي بي سي وهكذا فالالفابة مالتي هو الاي والبي والسي والدي والاي والاف والجي والسبايس الكود وورد هو zero one لو zero يعني لو one binary اوكي خلينا اخذ بعد شوية ننتقل الاسلاد الرقم 10 تاكسونومي اف كودس من اجي اقول بلوك 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 باريابل باريابل بلوك باريابل باريابل هذا يخص طريقة الضغط او طريقة الترميز من اقول بلوك بلوك السورس ميسج عند الكود وورد هي بالحقيقة فكس مثل الاسكي مثل الاسكي عندي السورس ميسج محرف والكود وورد ما largely هو哎تبت من اقول بلوك باريابل هنا السورس ميسج ثابته والكود وورد متغير طول مالتها مثل الوفمان كوڈنج راح نشوف من اجي اقول باريابل بلوك يعني السورس باريابل وال ولكود وورد فكس ثابته مثل inferior Hoffman باريابل باريابل هنا السورس باريابل ولكود باريابل مثل الارثماتيك هذي هي الطريق الصعب واللي قلنا احنا رح نتجاوز ان شاء الله example of block block لو كان عندي ارد اسوى coding لهذا ال string الموجود امامي AABB وهكذا هذي تطلب كم بت كم بت تطلب تطلب 120 بت فالسامبل سمال تيل الفابت هو ABC و Space الكود وورد ثابت لاحظ الاي قطي 0 0 البي قطي 0 0 1 وهكذا وصولا لل space ثري بت فالسامل بلوك بلوك يعني متريد اسوى coding لهذا المساجر رح تروح شكو A تعوض بمكانة 3 صفارة شكو B صفرين واحد ال space 3 وحدات وهكذا طبعا ننتقل لرحمة 12 traditional evaluation criteria الالغورثم هذي اعتمد على الالغورثم complexity الالغورثم complexity يرتبط بالرنينج تايم كل ما تكون المنظمة معاقدة طبعا الرنينج تايم ما تشي رح يصير طويل الاماوته في الكمبرشن كمية الكمبرشن ردندنسي هش قد عندي الكمبرشن ريشو هيتش معناه اوكي ننتقل لها سايد رحمة 13 الكمبرشن ريشو الكمبرشن ريشو ما المقصود بي الكمبرشن ريشو هو النسبة بالحقيقة ما بين الاريجنال عدد البتات قبل الضغط الى عدد البتات بعد الضغط انا كان عدي قبل الضغط مثلا ميتين بت بعد الضغط عندي ميت بت فهنا الكمبرشن ريشو ما تشغل صار اثنين الى واحد صار اثنين ضعف وهكذا ناخذ الانتروبي كودن الاريجنال الكنتينت ديبندن كودن الرا لنكث كودن هذا اللي قلنا احنا يسمو يسمو بلوك بلعفو بلوك هنا شنو نريبليس السيكوانس of the same كونسكتب بايت with number of الأكرانس هذا علامة التعجب اذا كان ادي ميسج هذي 20 بايت فالرا لنكث كودن شيقول يجي يقول طبعا يجي هنا يحسب عدد التكرارات الرا لنكث طول الرا الوحدة يعني التكرار فييجي هنا يلقي حرف اي حرف اي نزلة مثل ما هو حرف البي نزلة مثل ما هو يجي السي لا راح يشوف وراء سي هوا فيستحق انه يبدل سي يقول انا عندي حرف سي وعلامة تعجب يعني الرا مالتا طول تسعة يجي 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 عندي حرف د نزلة مثل ما هو حرف ا نزلة مثل ما هو حرف الاف لا راح يجي يقول اف وطول الران مالتا اربعة من يجي يوصل لل جي جي ينزل مثل ما هو لأنه ما معقول أبدل ثلاث بايتات بثلاث بايتات أخرى حصلت حصلت بدل ما كان عندي نعم ننتقل أيضا نستاذ رقم المستعاش الهوفمان كودنج الهوفمان كودنج هو statistical encoding طبعا هذا هوفمان كود هو في العالم الماني توفى الله رحمه بالستينات بأيام يعني خمسين أربعينات أربعينات خمسينات صمم هذه الطريقة طريقة التشفير واستخدمت بعدين للضغط خلي دارك نزل نشوف مباشرة مثال هاو داز هوفمان كود لك لك فور سامبول سو ستاستيسيك سامبول سكر انس البروبابيليتي اهنان اشي يسوي الهوفمان اول شي يروح يحسب الاحتمالية مال الاحرف يعني يجي يقول البروبابيليتي للأي هو عند ثلاثة الى عشرين انا العدد الكل ما الاحرف عندي عشرين حرف وال البروبابيليتي والأي عندي ثلاثة احرف واقسم ثلاثة الى عشرين رح سيصير البروبابيليتي الثلاثة هو تكرار الاي والعشرين عدد الكل للأحرف البروبابيليتي للبي د اخرى اضاف ايفرض انه قطيتك مباشرة انخت البيانات ش imper restaurant الانتخل الاخر خم ستا اخطع اجي اصفط هن ارتب الخطوة الاولى. من الصغير للشبير. عندي السي هو اقل شي خمسة بالمية. الاي عشرة بالمية. الدي خمسة عش بالمية. الاي خمسة عش بالمية. وصولا الى البيل خمسة وخمسين بالمية. رتبهن بهالشكل هذا. اوكي هذي شي سموه يسموها انا رحبني شجرة. رحبني شجرة هذي اوراق الشجرة. هذي اول اوراق الشجرة. اوكي بعدين بالخطوة الثانية سلايد رخم اسبعة عشة سوي اجي ابني من الليف تورايت اجي اربط المتقاربة. مثلا السي هو قريب لل اي. اربطهن اقول للسي هو خمسة عش بالمية. والدي والاي اربطهن. اه وبعدين هذي ثلاثين لخمسة عش قريبات اربطهن يصير خمسة واربعين البي لازال بعيد. بالخطوة السلايد رخم عشرة. الاثمنتعش العفو. اربط البقية. فراح اصير عندي تريب هالشكل هذا. صار عندي سي اي دي اي بي. يطلع عندي واحد. اه شا سوي هسا اجي ارقم هذي البرانش. ارقم البرانش. الليفت قطي زيرو. والرايت الطيوان وهكذا. فراح اصير عندي برانش مرقمة. اروح استخرج هذي البرانش بسلايد رخم تساط عش. راح يصير عندي اهنا شنو معناها? حتى اوصل شوف هذي سامبل اي صار عندي زيرو وان وان. يعني حتى اوصل للاي. ابدأ من فوق زيرو وان وان. هذا الباث مالته. البي حتى اوصل للبي باث مالته وان. سي حتى اوصل لزيرو زيرو زيرو. الدي حتى اوصل لزيرو عن زيرو. الاي زيرو زيرون. لاحظنا انه السامبل مالتي بلوك والكود وورد فاريابل. واضح ان شاء الله طريقة. الان انتهت هذي الطريقة الهوفمن. ننتقل الى الطريقة الاخرى اللي هو السورت كود اللي هو الدي بي سي ام. الدي بي سي ام هي دفرنشل بس لادة رقم عشرين. دفرنشل بسيطة تخريبا طريقة. اه ننتقل الى السلائل مباشرة رقم اثنين وعشرين. شوف هنا انا رحطيك مثال مباشرة. مثلا انت لو كان عندك صورة يعني صورة نخلنا نطبق الموضوع على صورة. given an original image intensity x y using a simple difference operator we can define different image. d as follows. d يساوي من الاي. الحال اللي انا بي. اطرح من الاي اللاحق. x زائد واحد واي. وهكذا. فاذن الدي سب اكس واي بالحقيقة يساوي لثلاثة في. اذا اريد اطبقها بالتو دامنشين. ثلاثة في الاي. ماينس اي اكس ماينس واي ماينس واي ماينس واي ماينس واي. مثل ما اشوف هذا المربع. اهنا اطرح اذني الثلاثة من الاي سب اكس واي. اكبر الاي سب اكس واي. اطرح. اوكي. ننتقل للاستايد الرقم الثلاثة وعشرين. لتلاحظ اه هذا الصورة الوريجنال. هذي البارشال ديريفيتف طبقناها. طبعا نضفنا الهمية وثمانة وعشرين. شوف الاستوغرام او في الاوريجنال والاستوغرام او في بدوريجنال ديريفيتف اميج. خلي نباو على البارشال هذي ديريفيتف يعني الصورة ا ا ا بي. هذه الصورة بي تطلب بالتات اقل من الوريجنال قري. طبعا شوان نرجع الانفورميشن. احنا يفترض انه اول بيكسل اول بيكسل عندي قيمته. عندي قيمته الرقم مالته. خلينا احضي شوية مثال هينجي به الشكل حتى نقرب الصورة اكثر. اترك الصورة. نصور صور انه هون عندي مجموعة ارقام واحدة ورا الاخ ملف صوتي رقم ميتين يجي ورا ميتين ثلاثمية مية وخمسين وهكذا مثلا على سبيل المثال تيجي تبقى على هاي الارقام شون تطبق عليها الدي بي سيهم دي فرانش بولس كود موديليشن تيجي تقول اخذ اول رقم مثل ما هو هذا اودي ادزه اقول هذا يا ابا هذا الرقم الارجنال ادزه الفرق بينه وبين اللي بعده ثالثا ادز الفرق بين الرقم اثنين وثلاثة الفرق بين رقم 3 و 4 فرق بين رقم 4 و 5 ادز فقط الفرقات عادة البيانات عندي تكون متقاربة يعني لو كان عندي مثلا باوة الارقام صوتي راح تكون عندي الارقام في الشكل هذا مثلا 200 يجي ورا ميتين يجي ورا ميتين إذا كان عندي نزول ففت خمسين رقم يالله يبدي ينزل يبدي يسلل مية وثمونة وتسعين مية وثمونة وتسعين مية وثمونة وتسعين وهكذا فبما أنه الرقام تكون دائما متقاربة بالحالة الطبيعية فأستغل هذا التقارب وأحصل على نسبة الضغط عالية طبعا أكون في الأقزامبر شباب نهاية السلاد السلاد رقم 25 أرجو أن تطلعون عليه وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته